موسيقى فاندا بيلين يكلف نيهاما بتشكيل الحكومة بعد فشل هيربات كيكل نيهاما يبدأ مباحثات تشكيل حكومة ثلاثية للمرة الأولى في تاريخ النمسا السجن عامي للنمساوية 14 عاما بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية انطلاق مؤتمر الهجرة السنوية في فينة بمشاركة 250 خبيرا دوليا النمسا تمادد إجراءات التفتيش مع تشيك وسلوفاكيا حتى أبريل 2025 وتحذيرات من انهيار وشيك في قطاع البناء السكني بالنمسا وأخيرا 68% من النمساويين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى التفاصيل أصدر الرئيس الاتحادي أليكساندر فاندا بيلين الثلاثاء تكليفا رسميا للمستشار الحالي وزعيم حزب الشعب كارني هاما بتشكيل الحكومة وجاء هذا القرار بعد أن فشل هرباتكيكي الزعيم حزب الحرية النمساوي في العثور على شريك للتحالف الحكومي وأكد فاندا بيلين أن النمسا بحاجة إلى حكومة مستقرة وقادرة على العمل ودعا ني هاما لبدء المفاوضات مع الحزب الاشتراكي لتشكيل حكومة مستقرة مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول وسط وأكد أن نمسا تواجه تحديات تتطلب إصلاحات عميقة مشددا على أهمية تمثيل جميع المواطنين في العملية السياسية أعلن المستشار كارني هاما رئيس حزب الشعب النمساوي قبوله رسميا مهمة تشكيل الحكومة بعد تكليفه من قبل الرئيس أليكزاندر فاندا بيلن وأكد ني هاما اكتزامه بتوفير حكومة مستقرة مدعومة من أغلبية برلمانية مشيرا إلى الحاجة الملحة للإصلاحات في البلاد كما أعرب عن عزيمته للدخول في مباحثات مع الحزب الاشتراكي لاستكشاف تشكيل ائتلاف حكومي مع ضرورة وجود شريك ثالث وفي أول رد فعل من حزب الحرية النمساوي أكد رئيس الحزب هربت كيكل أن الكلمة الأخيرة لم تقال بعد أصدرت محكمة الجنيات في جراتس حكما بالسجن لمدة عامين على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وجماعة إجرامية ولا يزال الحكم غير نهائي ويتواجه الفتاة اتهماتهم بالتعاطف مع تنظيم داعش حيث تبادلت رسائل مع شخص مجهول حول كيفية صناعة قنبلة لاستهداف كنيسة ومراكز أخرى كما كشفت التحقيقات عن رغبتها في الانضمام إلى داعش والصفر لمناطق القتال ورغم إنكارها نية تنفيذ الهجوم رفضت المحكمة تبريرات الدفاع مؤكدة على خطورة أفعالها وأعلنت الفتاة نيتها استكمال دراستها والعمل في التمريد بدأ اليوم في فين مؤتمر الهجرة السنوي الذي يمتد على مدار يومين بمشاركة أكثر من 250 خبيرا دوليا وصانع القرار من مجالات السياسة والاقتصاد بتنظيم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ويركز المؤتمر هذا العام على قضايا مثل الهجرة العمالية وتنفيذ الاتفاقية الأوروبية الجديدة للهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية ويشارك وزير الداخلية النمساوي جهارد كارنر في تقديم وجهة النظر النمساوية حول هذه القضايا كما ستناول المؤتمر تأثير التوترات الجيو سياسية على حركة الهجرة العالمية وسيتم معرض حلول مبتكرة لتعزيز مسارات الهجرة الآمنة المنظمة أكدت أن نمسا استمرار فرض إجراءات التفتيشة الاستثنائية على حدودها ضمن منطقة شينجن مع جمهورية ألشيك وسلوفاكيا حيث تم تمديد هذه الإجراءات حتى الخامس عشر من أبريل 2025 ووفق الوزارة الداخلية تم الإشارة لاحتمال تمديد إجراءات التفتيش على الحدود مع المجر وسلوفينيا لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارا من الثاني عشر من نوفمبر 2024 وتعتبر هذه الإجراءات غير منصوص عليها في الأصل مما يتطلب إبلاغ المفوضية الأوروبية بها في حين تواصل عدة دول في منطقة شينجن مثل ألمانيا فرضها لأسباب تتعلق بالأمن ومنع دخول الأشخاص بدون أوراق قانونية حذرت صناعة العقارات في النمسا من خطر إذنهيار وشيك في قطاع البناء السكني حيث أشار الاتحاد المهني للوكلاء العقاريين إلى تراجع حاد في مشاريع البناء الجديدة وقال الرئيس الاتحاد جيرالد جولونز إلى أن عدد الشقق الممولة بشكل حر سينخفض من حوالي 17.380 وحدة إلى أقل من 1793 وحدة بحلول عام 2026 ويعود ذلك جزئيا إلى لأحد قروض العقارات وارتفاع متطلبات البناء مما يعيق تطوير المشاريع كما أعرب ممثل القطاع عن استياءهم من تأخر الحملة الإسكانية الحكومية بقيمة ملياري يورو مؤكدين الحاجة لبناء 40 ألف إلى 50 ألف وحدة سنويا وهو ما لن يتحقق هذا العام أظهر استطلاع جديد تراجع ثقة النمساويين في التطور الإيجابي للبلاد حيث اعتبر 68% من المستطلعين أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ وفقا لمؤشر E-Fo-Sucunft Monitor الذي تعده الرابطة الصناعية بالتعاون مع معهد البحث الاجتماعي التجريبي وبحسب الاستطلاع يرى 19 فقط أن البلاد على المصار الصحيح على الرغم من ذلك يعتقد 31% من المشاركين أن وضعهم الشخصي سيتحسن خلال السنوات الثالثة المقبلة كما أظهر الاستطلاع أن 68% يعتبرون الصناعة محركا للاقتصاد وأيد 62% منح طالب اللجوء حق الوصول إلى سوق العمل كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين أمسيا سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر